ودك معنا في دنيا ودين القوامة بين الرجل والمرأة يعني أسئلة وأمور شائكة ومين اللي من اللي يفوز وكأننا دخلين صراعة أو حلبة مصرعة زي ماقولوا أحياناً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد العلاقة أساساً بين الرجل والمرأة أن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة من الرجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لي رب لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالعلاقة بين الرجل والمرأة فرع يحن إلى أصل وأصل يحن على فرع دي العلاقة الأساس المودة والرحمة والسكينة لكن كل شركة وكل مؤسسة لابد متحدد فيها المسئوليات صحيح مؤسسة البيت اللي هو الأسرة دي لبنة البناء الكبير اللي اسمه المجتمع لو كاتل لبنة دي هشة اللي هي الأسرة أو البيت المجتمع كله يبقى هشة انهيار مجتمع طبعاً ولذلك الكرآن الكريم عني بهذه المؤسسة الصغيرة اللي هي الأساس في المجتمع عني بها عناية فائقة ابتداءاً من تكوينها وانتهاءاً حتى لا قدر الله عند نقضيها الانفصال عند الانفصال يعني في التكوين حط له أطر تمام في المعيشة الطبيعية حط له أطر جميل عند الانفصال حط له أطر وقال وَلَا تَنسَوَ الْفَضْلَ بَيْنَاكُمْ صحيح أكثر من شخص آخر إيه الطبيعي بكله القرار تمام ما بنلغيش الآخر لكن بتحدد المسئوليات تبعاً للشراكة وحجم الشهادة الشراكة الطبيعة في تكوين الأسرة عندنا إيه؟ الطبيعة أن الرجل بيأسس بيته تماماً تأسيس بمعنى التأسيس صحيح ثم يؤثث بمعنى العفش وخلافه والستة الكلمة بيتيجي بشانتر في دومة الوضع دا ما عادش موجود ما عادش فيه قدرة على دا فتحولنا إلى أن المرأة بتعاون الرجل فوق دماغنا وأهلاً وسائل الرجل بقى يشكل للمرأة هذا التعاون عاونة الستة ربنا يكرمها وجات بأشياء مثل ما أتى به الرجل تماماً نقول له بقى أضمن الله حقها ويعمل لها الأيمة قائمة المنقولات طيب عشان حتى عند الإقلاف لقدر الله يبقى نعرف دا من له إيه وتبقى الأيمة دي اللي جابتهم بيت أهلها دا بيمثل هبة منها يعني أو مساعدة منها واللي ادهي الرجل أو فرش به الرجل دا الصداق اللي ببنا قال عنه وقاتوا النساء صدقاته نحن طيب لما ابتدنا بعد كده تستمر الحياة نعيش بقى مين هيبقى له سلطة اتخاذ القرار في فرق بين عندي التشاور الواجب أيوة واتخاذ القرار واتخاذ القرار سلطة اتخاذ القرار تمام التشاور واجب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير نساءه لكن مين بيتخذ القرار النبي عليه الصلاة والسلام قطعا مش بيكون النبي يكون زوج أيوة ليه لأنه هو عليه المسئولين فجاءة القوامة لتحدد هذه المسألة وقال لإنت لك حق اتخاذ القرار في البيت كمسؤول عن هذا البيت تمام مسؤول عنه تأسيسا ومسئل عنه مسيارة انت اللي بتنفك وانت اللي بتعمل وانت اللي بتجيب اللي بتقود الدفة زي ما بيقولوا بيقود الدفة وفي مساعد عندي ما فيش عندي مشكلة بس بيقود الدفة بإيه بحاجتين بما فضل الله بعده مع بعض في أصل البنية في الخلق وبما أنفقوا من أموالهم تمام إذا اختل هذا الميزان بيختل ميزان القوامة شيء طبيعي إن هذا لما مراتي تصرف علي تمام هقدر أنا أقول لها اعملوا ما تعملش أكيد لا طبيعي لا صحيح طب هل دا يمنع التعاون ما يمنعش ما يلغيش هل دا يمنع أن الستة الكريمة ربنا يكرمها ورثة ولا حتى اشتغلت تمام إنها تقول من نفسها مش فرض عليها أيها فرق كبير جدا فرق كبير بين أننا جاء أقول لمراتي انت سايب مراتك عند إخواتك ليه لروحها هاتيه وإلا تبقي طالع هل دا حقه كزوج أكيد لا فنخرب البيوت القرار يرجع لها هي شخصية طبعا الستة ورثة خمسة عشر عشرين مليون أيها نكالو ورثاته وقات قالتلي من نفسها كده أنا بعايز أحط في البيت مئة ألف جنيه ولا بتاع ولا في البن نكمل بهم مصارفنا قد ترخيرها القرآن علمنا ده جميل الوقات والنساء صادقاتهن نحلة فإن طبنا تمام طبنا طبنا يعني إيه من نفسها برضاها عن طب خاطر إنما النهارده نقاسف جدا بعض الرجال مش الكل أيها بعض الرجال بيتعاملوا مع المرأة كأنها بكرة حلوب يبقى البكرة بتاعتي والحليب بتاعي مينفعش يا أخوانا فيوديها تشتغل وتطلع تشتغل صحيح وفيزيت المرتب اللي بنزل لها في البنك معاه في جيبه بتحاول ليه هو وهو اللي بيأخذ الفلوس ولو جاتها اعترضت فأي شيء لأ أنت كده خلاص الأمور يبدأ ايه يا مشاكل صحيح يا نكمل بالشكل اللي هو عايزه